تعتبر اضطرابات النطق والسمع من المشاكل التي تحتاج رعاية في مجتمعنا خصوصا مع الأطفال رح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر لكن بعد هذا التغرير تعتبر اضطرابات النطق والسمع من المشاكل التي تحتاج رعاية في مجتمعنا خصوصا مع الأطفال رح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر لكن بعد هذا التغرير تنتشر الطرابات النطق والكلام بين الكثير من الناس وخاصة الاطفال نتيجة لحدوث خالل في نطق بعض الحروف وعدم القدرة على اخراجها مما خارجها الصحيحة حيث تخرج الكلمات مشوهة وغير مفهومة وتظهر هذه الاضطرابات نتيجة لعوامل عدة التي سنذكرها مع ضيفنا في حلقة اليوم يسعدني أرحب بي اختصاصية هي شهد شهاب رئيس وحدة النطق واللغة بالمركز الكندي الطمدي مساء الله بالخير استاذة مساء الله بالنور وسرور وأشكركم على الاستضافة واسمحوا لي من خلال شاشتكم أني أهني الشعب الكويتي وسيدي صاحب السمو ولي عهده وحكومة الكويت وشعبها وكل من يعيش على هذه الأرض متوسط شيء شديد ممكن لأي الثانوية بدأت تروح اللي هي لما بقرأ بصوت عالي الكلمات ما تطلع صحيح احنا إذا إينا نتكلم عن الغراءة فتكون في مشاكل بالغراءة مع بعض الأطفال من يبلشون في السن الدراسي خاصة في المراحل الأولى من المدرسة فيكون عندهم توتر وممكن تشتد الصعوبات وتصل إلى مرحلة تسمى بعسر الغراءة ديسلكسية فيمكن كان عندك وانت صغير عسر الغراءة ويمكن ما أدري إذا أخذت جلسات أو لا لكن حسب الحالات مثلا في حالات فعلا راح تحتاج جلسات وفي حالات يمكن تروح بروحة مع الوقت والتدريب أولا تعالج بروحة ممتاز الحمد لله لازم أقول أثق بنفسي أكثر وكاول الحمد لله الحين مذيع عدة الدنيا ممتاز الله يسلمج وإذن انتكلم حين أكثر شيء عن اضطرابات النطق خصوصا حق الأطفال يعني كلنا عندنا عيالنا وإخواننا وهذا نحاتي تكلم ما تكلم قال الكلمة عدل صح ودنا نطمئن أكثر ما عاج تمام في البداية خاني أقول لكم شنو هو اختصاص النطق واللغة عشان أعرف اختصاص النطق واللغة أقول له هو اختصاص في المجال الصحي من فصل عن باج التخصصات ما يتبع أي تخصص ثاني ويشمل التخصص على تقييم وتشخيص وعلاج جميع الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالنطق والكلام وأيضا مشاكل الصوت وصعوبات البلع طبعا التخصص يشمل جميع الفئات العمرية ممكن يكون الطرابات أو المشاكل اللي ذكرتها تكون موجودة عند الأطفال أو حتى عند المراهقين إلى كبار السن إذا إينا نتكلم عن الأطفال فهي مشاكل كثيرة في النطق واللغة والكلام طبعا لما نتكلم سنفرق ما بين مشاكل النطق ومشاكل اللغة وأيضا مشاكل الكلام إذا حبنا نتكلم عن الأسباب اللي نقول ليش الطفل هذا عنده مشاكل بالنطق أو اللغة ودنا نبدأ فيها نعم تمام الأسباب رح تكون في البداية ممكن يكون عندنا أسباب عضوية تكون نتيجة لتشوه خلقي أوكي مثل عندنا الشفة الأرنبية إذا طفل يعاني من الشفة الأرنبية احتمال كبير يكون عنده مشكلة في مخارج الأصوات والنطق وهي واضحة بتبين الشفة الأرنبية تبين بالضبط ففي أطفال مو أيضا بس بالنطق حتى تأثر على مشاكل الرضاعة والتغذية فهذه من أحد الأسباب وطبعا من أهم الأسباب لما ننساها هي العوامل السمعية ففي أطفال يكون عندهم ضعف في السمع من الولادة أو حتى ما بعد الولادة في مراحل ثانية من عمرهم يكونوا معاهم مشاكل في السمع فهذه كلها تؤدي إلى التأخر اللغوي وكذلك سبب وايد وهم هم هو الأسباب البيئية شنو مقصود بالأسباب البيئية؟ أن يكون الطفل عايش في بيئة ما تكون ثرية لغويا يعني الطفل ما عنده تحفيز لغوي حوالينا فهذه من الأسباب التي تؤدي إلى التأخر اللغوي عند الأطفال إذا كانت الأمور العضوية كلها سليمة وكان في تأخر فمثل ما قلتين هذا من البيئة حوالي يعني مثلا ما عايزه الفنوية طبعا أو في مشاكل نفسية صح مثلا يكون الطفل يعني الأمانة ممكن تصير حق وعيد ناس هني موجودين وما عندهم أهل أو حوالينهم أو مثلا حياة اجتماعية تكون قليلة وينترك مع الخدامة يعني العاملة في المنزل بضبط فهذه كلها تؤدي إلى التأخر اللغوي وأنا أحب هالنوع من الحالات لأن العلاج جدا سهل مقارنة بالأسباب اللي ذكرتها اللي هو شنو دكتورا اللي الأمور البيئية الأمور البيئية تكون أسهل من الأمور العضوية طبعا أو مشاكل الأسباب اللي ذكرتها لأن من خلال الإرشادات والنصائح والبرنامج اللي نسوي مع الأهل نقدر نعدل الأشياء هذا دائما دكتورا تكون في نتيجة واضحة يعني مثلا واحد ما يحاتي لنا شنو عندنا بالكويت تدري مثلا يا نبي على طول يتكلم 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 إذا صار عمره يعني سنة و سنة شيء ما تتكلمها شنو المشكلة اللي فيه أكيد شوف أنا دائما أقول أن الحرص واجب وهم من الخوف الزايد هم يشتتنا ويخوف الأهل فأحنا لازم نكون مثقفين وعارفين متى الطفل ومتى مراحل تطوره ومتى المفروض يتكلم يعني إذا أنا عندي طفل عمره تقريبا سنة أو سنة وشوي ما في تواصل بصري نحس أن الطفل مو مركز معنا مشارط أن يتكلم الطفل بهالعمر مو مطلوب مننا أن يعبر أو يتكلم لكن نحس أنه هو متواصل معنا أحنا من يتكلم عن علاج النطق واللغة ما نتكلم بس عن الكلام أو التعبير نتكلم عن التواصل بشكل عام فإذا هنا أحنا المفروض نشوف أهو وين واصل هل أهو متطور مع إغرانه عشان أنا أقول أن الطفل هذا متأخر لغويا شنو تعريف التأخر اللغوي لازم يكون متأخر عن الأطفال اللي في عمره يعني العمر الزمني ما لا لا يتوافق مع العمر اللغوي بالنسبة للأطفال اللي في سنة هنا نقدر نقول أن الطفل متأخر لغويا نعم وإذا متأخر لغويا شنو طريقة العلاج علاجة يكون طبعا في البداية لازم أول شي نسوي نحاول نفهم ليش الطفل هذا متأخر لغويا فأول خطوة نحن نفحص السمع هل الطفل هذا يعاني من مشاكل في السمع هل ممكن كانت عنده إصابة أثناء الولادة أدت إلى فقدان السمع فنحاول نلقي تفسير للتأخر اللغوي طبعا نستبعد الأسباب اللي ذكرتها منها ضعف السمع نبتدي بعدها نشوف هل في تأخر نمائي في التطور عنده عادة ما تكون يعني ما أبي أقول للكل لكن معظم الحالات إذا كان في تأخر اللغوي عادة ما تكون عرض لشيء آخر فما يكون هو التشخيص الأساسي دائما يدلنا إلى شيء آخر ممكن يكون في شيء آخر طبعا نشوف مع بعض أستاذة تقرير وبنرجع إن شاء الله صديق علمو señor صدق وزرح صديق جرة صديق 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 صديقي صديق 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 الصديق صديق المشكل grill هاي منها مجاعة 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 مجتمع نلم, بعد ضع هل أنصوتي لا، أحد إليها مجتمعي م generationsينك مجتمع؟ مichten بعد محيوب الصיבي ماmaan منا لا، س genau ملا. مجتمع النصف مستمرين معكم مع الأستاذة شهاد شهاب و شنو الحالة هذي بالضبط الفيديو اللي شفناه كان يوضح مقطع لأطفال التوحد فإذا لاحظته يمكن أن الأوم كانت تسئلة أو أشياءات لها يسلمت عليه ورد نفس الجملة بعدها قامت تسئلة شنو اسمك ما قدر يرد فحسيتوا أنه هو مفاهم السؤال اللي كان قاعد يصير أنه هو قاعد يردد الكلام اللي كان قاعد يسمعه بطريقة أهو مفاهمها فهذه احنا نسميها الأكلالية أو المصادات فممكن من الأعراض التي تظهر في التأخر اللغوي و خاصة ما تكون موجودة عند أطفال التوحد أو الأطفال يعانون من تطورات نمائية تكون موجودة بشكل كبير فالطفل يردد اللغة و ما يكون فاهمها نعم فإحنا هم لازم نفهم حالة الطفل يعني إذا كان بهذه الطريقة فيعتبره في توحد فتكون خلاص لطريقة علاجية أو طريقة للتعامل أخرى عشان بس نوضح وهو مشرط إذا كان موجود معناته أن هذا طفل توحدي لكن معظم أطفال التوحد تكون عندهم هذه الحالة اللي اسمها الأكلالية بس مش معناه إذا عندنا أكلالية إذا هذا الطفل طفل توحدي استاذ أنت ذكرتي بعد بأنه ليس بس عملية النطق عند الطفل أيضا التواصل أكيد تقصدين بالتواصل شنو بالضبط؟ التواصل هو مهارات الشخص أن يتواصل مع البيئة اللي حوالينا سواء كان بالطريقة اللفظية أو الغير اللفظية حتى عن طريق الإيماءات أو اللغة الجسدية أنا لما يكون عندي طفل غير لفظي مقادر يتكلم بس قاعد يتواصل معاي بصريا ومركز معاي وبإيده فإذا هو متواصل معاي سعات يكون عندي أطفال يتكلمون وعندهم القدرة اللغوية لكن تواصلهم أو تركيزهم نهائياً مو مع البيئة المحيطة فيهم وأحياناً في أطفال تكون عنده الكلمة بيقول الكلمة لكنه صعب تطلع يسولف مثلاً بعض الكلمات شوي صعبة عليه أو هم مقدر يقولها بالضبط إذا ينتكلم عن الأطفال فهذه تكون مراحل من مراحل التطور نحن نسميها الفانولوجيكال براسيسيز لأن كل حرف أو كل صوت في اللغة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية لها عمر معين في الاكتساب فممكن يصير بعض الفانولوجيكال براسيسيز أو العمليات الفانولوجية التي ذكرتها عن طريق الإبدال أو تشويه الصوت ممكن تلاقي طفل يحذف صوت أو حرف من الكلمة أو ممكن يعكس حرفين في الكلمة فإلى حد ما يكون أمر طبيعي حسب الحرف الذي يكون عنده المشكلة فيه والعمر الزمني للطفل تعتبر أشياء طبيعية لكن نحن نزيد القراءة ونعلمه أكيد وإلا هذا كله بيننا لا نخلي أحد يطنز عليه أو الأمور هذه تأثر طبعا أحنا لا نريد أن نعالد شيء يدخل في شيء ثاني بالضبط فأكيد أننا الآن كمجتمع صرنا أوعايد من قبل في مشاكل النطق واللغة وطبعا الحمد لله يعني كثير ما نقدر قاعد نحاول ننشر الواعي بما أنه هو يعتبر تخصص نوعا ما حديث فأحنا قاعد نوعي الناس عن مشاكل النطق واللغة وإن شاء الله بدنا الله قادرين نوصل رسالتنا للكل والله الحمد وممكن تكبر معه التي تكون فيه تأتأة هذه تستمر ويا لم يكبر طبعا أحنا نتكلم عن التأتأة يعني أنا الأمانة التأتأة موضوع وايد أحب أتكلم فيه لأني أشوف معاناة الناس اللي تأتؤون إذا نتكلم عن التأتأة شنو إيه هي التأتأة التأتأة هي عبارة عن عدم طلاقة في الحديث يعني الشخص لما نيابي يتكلم ما قاعد يطلب معه الكلام بسلاسة التأتأة ممكن تظهر على عدة أشكال تكون إعادة في المقطع تلاقي الشخص ممكن قاعد يعلق بالمقطع يعيده أو أول حرف من الكلمة أو الكلمة نفسها قاعد يعيدها كذا مرة شكل الثاني تلاقي قاعد يطول الكلمة يبي يتكلم فتلاقي الكلمة قاعد تطلع معه أو الحرف بإطالة مو بسهولة قاعد تطلع وطبعا شكل الثالث من التأتأة هي البلوكس أو نسميها الخنقة لما أنه الشخص يتكلم يحس كأنه في شيء ماسكا مقادر يتكلم طبعا قاعد السلوكيات المصاحبة للشخص المتأتأة إذا كانت التأتأة شديدة هذه كلها تأتأة نحن نقل علينا التأتأة التي يكرر الحرف لكن أنت ذكرت إلى أشكال وايض أوجه عديدة ومختلفة طبعا الناس الذين تأتأون هم عارفين بهذه المعاناة وصعوباتها وممكن تعالج واحد تأخذ ويا عمر كبير بإذن الله نرى دائما نقول أنه لا يوجد علاج أمية بالأمية للتأتأة أول شيء يقول لها حق البلوكس لا تعتقد أن هناك سحر بالموضوع أو علاج دوائي ممكن يؤخر التأتأة وهذا يتكلم طبعا الثقة يعني عامل أساسي بكل شيء وطبعا من أهم شيء التأتأة لكن هناك اعتقاد خاطئ يصير وائد من تشير بيننا بالمجتمع سواء هنا أو أي مجتمع ثاني أن التأتأة أسبابها نفسية وهذا كلام غير صحيح وغير علمي نهائيا يعني ليس المشاكل لا يعيشون الذنب لا بالعكس هي ليس المشاكل النفسية التي سببت التأتأة التأتأة ممكن تسبب مشاكل نفسية نحن دينا نقول ما أسباب التأتأة يعني ممكن نقول في تأتأة مكتسبة هذا إذا صار عندنا إصابة بالضبط إذا عندنا إصابة بالدماغ لا سمح الله أو إذا أحد تعرض لحادث التأتأة السايكوجينيك هذه هي نادرة جدا إذا الشخص تعرض لصدمة عاطفية شديدة شديدة جدا يعني طفل وين تعرض لصدمة نقول أن كانت التأتأة بسبب مشكلة نفسية غير شيء التأتأة لا لها شغل بالمشاكل النفسية نهائيا ممتاز هذا التوضيح حلو أستاذة ويمكن أن الواحد يعلم نفسه أكيد ممكن أن يقاوم نفسه يكسب الثقة في نفسه أكيد أحنا دائما نقول حتى لو أنت كبير وما عالش من أنت صغير في مجال إن شاء الله أنت تسيطر على التأتأة ما تخلي التأتأة فهذا هدفنا الأول من الجلسات العلاجية التي نسويها أنا قاعد أخذك في أكثر من موضوع لأن تدري أن الكل عندها حالة أو الكل شايف حالة وفرصة بي أن نفيد الجميع الحبسة الكلامية ما هي؟ الحبسة الكلامية هي الطراب دائما ما نلاقيها عند كبار السن أكثر من الأطفال أكثر لماذا نلاقيها عند كبار السن؟ لأن كبار السن هم أكثر الناس اللي ممكن يتعرضون لجلطات أو إصابات في الدماغ فالحبسة الكلامية هو خلل في المناطق الموجودة في الدماغ المسؤولة عن اللغة لما نقول حبسة كلامية معناته أن الشخص اللي عنده حبسة كلامية مو قادر يفهم أو يستوعب أو حتى يدرك اللغة ويتكلمها ساعات حتى تأثر على الكتابة والغراءة عند كبار السن هذه تحتاج عمليات جراحية وأدوية طبعاً نحن نعالج الجانب الطبي نحن نتكلم إذا كان السبب مثلاً جلطات أو الأمراض العصبية اللي ممكن تصير معنا هنا سيكون الدكتور المعالج يأخذ مثلاً مجرى العلاج مع البيشنت أما بالنسبة لنا ستكون عبارة عن جلسات نسويها مع البيشنت نحاول نحسن التواصل بشكل عام في البيئة المحيطة اليومية يكون التواصل الأسهل نعم والأمور التي ذكرناها كلها من التأتاءة والحبسة والكلامية هل هذه تعتبر مورثة؟ يمكن أن تورثة؟ مثل ما قلت لك إذا كنت تتحدث عن كل شيء بروحها لا أستطيع أن أقول كل شيء مورث الحبسة الكلامية ممكن أن تصير نتيجة إصابة نعم نعم إذا كنت تتحدث عن النطق أو التأخر اللغوي فممكن إذا عندنا هستري بالفاملي أن الأب أو الأمة أو أحد من أفراد العائلة كان مثلا متأخر وأو هو صغير ممكن يكون تأثر على الأطفال عندنا مشكلة السمع وفقدان السمع هي تورث بنسبة 60% يعني إذا كان أحد الأبوين عنده ضعف السمع ممكن الأطفال يصير فيهم ضعف السمع أيضا وانا تروا أيدي سئلة تصير بالفال يقولون أن الوقت خلص لكن ممكن نسولف عن البلع مشاكل البلع أو اضطراب البلع وعسر البلع يسمى الدسفيجا وهو عبارة أن البيشنت لا يستطيع أن يقوم في عملية البلع بشكل طبيعي أيضا يكون نتيجة لمرض أو إصابة صارت معه خاصة الأمراض العصبية مثل الباركنسون الزهايمر مثلا المرضى التسلب أو الشل الدماغي كلها تؤثر على مراحل البلع طبعا مراحل البلع ممكن تصير في ثلاث أشكال وإذا لدينا صعوبة في البلع نحن يجب أن نعرف بأي مرحلة تصير عندنا المشكلة هل هي في مرحلة الفم ممكن العضلات لا تعمل بالشكل المفروض أو الطريقة الفعالة للعضلات أو اللسان لا يدفع الأكل لأن هذه كلها تصير في بداية البلع طبعا المرحلة الثانية هي مرحلة البلعوم وهنا الخطر أننا لازم نتأكد أن الأكل لا يدخل في المكان الصحيح لا يدخل في مجرى النفس لأنه لا يدخل في مجرى النفس ونحن نتأكد أن تكون مجرى ونحن نتأكد أن نتأكد ونحن نتأكد أن نتأكد ونحن نتأكد أن نتأكد نحن نتأكد شكرا لكم شكرا لشاهد الشهاب رئيسة وحدة النطق واللغة في المركز الكندي الطبي ترجمة نانسي قنقر